بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقينون الصلاة ومما رزقناهم في الكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المصلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أنزلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوا ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فساده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكزكون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنا أمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم صفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستازل بهم ويمدهم في تغيانهم يعنون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مؤتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء أثما حوله ذهب الله بنوره وتركه في غلمات لا يبصلون صم بغن عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في غلمات ورعد وبغ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافلين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطفرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراب الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد نساقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا قوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإيايا فراهدون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقلموا الصلاة وعاتوا الزكاة وركعوا مع واكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وابتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبر منها شفاعة ولا يخض منها عدل ولا هم صارون وإذا نجيناكم من آل فرعون يسورونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم مواليون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم غلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لأمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصعيق وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وغللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلون طيبات ما رزقناكم وما غلمنا ولكن كانوا أنفسهم يغلمون ويدقوا لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياتكم وسنزيد المحوسين فبدل الذين غلموا قولا غير الذي طيل لهم فأنزلنا على الذين غلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا وشربوا بالرزق الله ولا ترثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقسائها وفوبها وعدسها وبصليها قال تستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فرقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تبليتم من بعد ذلك فلولا فرض الله عليكم ورحمته لكم وتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يعمركم أن تذبعوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أعوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمنون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسروا الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإما إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وتثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فالدارة فيها والله مخرج ما كنتم تبتمون فقل نضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعاقلون ثم قصت طلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يابت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بهن بربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يولنون ومنهم هميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يضنون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من منذ الله يشتروا به ثمنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخرتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطط به خطيئات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تبليتم إلا قليلا منكم وأنتم عريبون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإذا ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من إبادي فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قبل كنتم أمينين ولقد جاءكم ساب البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم والمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم أمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا البعوت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجد أنهم حرص الناس على حيا ومن الذين شرقوا يغد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشار الأمين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكان فإن الله عجب للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من الهد لا يصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما تفر سليمان ولكن الشياطين تفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لغاروت وماروت وما يعلمان من أحدهم حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضعهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ماله في الآخرة من الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من ذي الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راحنا وقولوا مهرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسق من آية أو سهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من يدر الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعقوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه من ذا الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك عمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محصن فله أجله عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها سمه وسعى في خرابيها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا قزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ينطلون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني سرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفرها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ادتلا إبراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد والي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقلوا من مقال إبراهيم مصلى واعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من تامن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتعه قليلا ثم اغتره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأبنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن منذ إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهه واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصاراة هتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاك فسيكفيك هو الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغتهم ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الليل هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلموا أم الله ومن أغلم ممن كتم شهادة من دروا من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على أقبي وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماع فلنولينك قبلة طرضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فبل وجهك شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الوالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أولئك 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 إن الصفاء والمروة من شعائل وأنزلنا من البينات بل الهدى من بعد ما بيناه أولئك 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 أنزلنا من خرارين المزل لا يشعرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل تابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراه العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسرور والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينحط بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صنبكم نعمل فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن الضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمنفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى فمن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعَروفُ وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن انتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يَنْتَرَكَ خَيْرًا الوصية البالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من صنجنفا أو إثما فاصلع بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور ورحمين يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرنا فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يتيقونه فدية تعام مسكين فمن تطرع خيرا فهو خير له وأن تصم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليأصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختامون أنفسكم فتاب عليكم وعفانكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث وخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتنوا الحج والعمرة لله فإن محسرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نوسق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاميلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لف الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فرضوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ظلم حيث وفاغوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور ورحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تعخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويونك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ارتغاء مرات الله والله روح بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عجو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلم أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللا من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سالبني إسرائي لكم آتيناهم من آية بينا ومن يبدن نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زينا للذين تفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البهساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرها فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بي عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشعر الحرام قتال فيه قل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذن كبير ومنافع للناس وإذنهما أكبر من نفعيما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فيخوادوكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولكن تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمتهم همنة الخير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم من الخير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قلوا هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يتهر فإذا تطخرن فأتوهن من حيث ومركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطئين نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أن ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرّة لأيمانكم أن تبروا وتبتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربخن بأنفسهم ثلاثة قروا ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سأكون بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتنهم شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خلتم أن لا يقيما حدود الله فلا دناه عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم والمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا دناه عليهما أن يتراجعا إن ضرنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها للقوم يعلمون وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يغيركم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعودوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والبالدات يرضعن أولادهن حوليه كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أردتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذبوهن واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن تلقتم النساء ما لمن تمسوهم أو تفردوا لهم فريضا ومتعوهن على الموسغ قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فنسف ما فردتم إلا أن يعفونه يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلبات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أميتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد نوساء إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلأما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالوالمين وقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسططا في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبطية مما ترك على نوسى وعالهارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم أمين فلما قصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعنه فإنه مني إلا من اغطرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يغمون عنهم ملاق الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جنود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نكدوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم والمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من ظلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لأن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النادهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها لله بعد موتها فماته اللهم يتعامن ثم بعثا قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبستم يتعامن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشجها ثم نكسرها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي يدني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سحيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذلهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه واب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتقاء مرضاك الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربرة أصابها بابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها بابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها منها كل السمرات وأصابه الكبر وله قرية وعفا فأصابها إعصار فيه نار فحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا سنب يعقده إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرها فإلا الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغى أبد الله وما تنفقوا من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا وفي الأرض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف تعرفهم بثمام لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنها بسرا وعلانية فلهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذنوا ما بطي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رسو أموالكم لا تغلمون ولا تغلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توقع كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بذين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يا بكاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان ممن ترضون من الشهداء أن تغل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مقصة عند الله وأقوى للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يباركاتهم ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفرهم ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن آمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آف قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويغذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سبرنا وأطعنا رفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا حصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أن تروا لنا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر